مرحبا بجميع الى كتاب يلي ريكم بروند طبعا كنا قد انتهينا انتهينا مع لاتر دنفيس هذا الفقر ان شاء الله سنرى لالوصون دو كالكول لالوصون دو كالكول لالوصون دو كالكول درس عملية حسابية لكالكول نتكلم أحنى الرغم بقالكولي كالكولي يني احسابية لالوصون دو كالكول درس عسابي لالوصون دو كالكول ندفق أضيان لعديشنا نحن كالكولي وكانت تقولون لانه اجابية حسابية رشاني يذهب يمتوائي كميندو كون غيكي مختلف؟ هذا سنفقه 6 جدية بي الرسوم الحامد المتابع المتابع للآن والجعنى قلت بشكل machen كان بالتشارتة ، كان باللغة !من سألتك بدا تقدس الآن هو song سرخي سيطت لن هزوجة بحان بدا فالته قلت حساب كلنا ỉ انقر انقر ان кадر ك liber اذا نتكلم عن القسمة على عدد واحد على رقم واحد اذا نتوجب علينا يتوجب علينا او كما نقول يجب ولكن هنا تقال نتوجب علينا نتوجب علينا يتوجب علينا دراسة قسمة على رقم اذا عندنا هنا ومنها الورب يتوجب علينا يتوجب علينا يتوجب علينا اذا نتوجب علينا اذا كثير من هذه العمليات الصغيرة اذا كنت مكتوبة على الصبورة انها كانت تكتب على الصبورة اذا الكثير من هذه العمليات الصغيرة مثل هذه كانت تكتب على الصبورة طبعا لطابلو مقصود بالصبورة وممكن في حالة اخرى انه يعني اللوحة اللوحة الفنية ممكن يعني الجدول او جدول اسماء مثلا اذا نتكلم عن طابلو هنا مقصود بالصبورة طبعا لا زلاف اتوضوغول سنوذي اذا لا زلاف اتوضوغول سنوذي اذا التناميد اتوضوغول يعني حسب الدور كلون حسب دوري طبعا اللوحة المقصود به نوباديل الدور تجين نوباديل هذا يأتي دور هذا نقول نحن يأتي دور هذا اذا اتوضوغول كما عندنا هنا اتوضوغول كل واحد عنده دور كل عنده دور الواحد تلو الآخر كل واحدين يأتي دوره بعد الآخر لا زلاف اتوضوغول سنوذي اذا طبعا التلاميذ اذا كل لو دوره سنوذي انهم ينهضون انهم ينهضون امام الصبورة تلميذ وراء تلميذ عندما يأتي دوره يقوم الى الصبورة اذا 28 كم يدو فيها 5 اذا 28 كم يدو فيها 5 كم مرة فيها 5 اذا متناخده 28 كم يدو فيها 5 كم يدو فيها 5 اذا المقصود هنا كم يدو فيها 5 كم يدو فيها 5 اذا ممكن انها تكون فيها 5 بحدة في غان تويت طبعا فيها 5 خمسات الخمساوات 28 فيها 5 خمساوات 5 في 5 خمسة وعشرون ثم تبقى ثلاثة مثلا كما عندنا في هذا المثال كم يدو فيها 5 فيه 28 كم فيها من خمسة كم فيها من مرة كما عندنا هنا كم يدو فيها 5 كم من مرة 5 خمسة نقصود فيها 5 نقصود فيها 5 هذا يعني بأنه cg28 ب اذا كانت عندي 28 كل اذا كانت عندي 28 كل بثير الانتخاف لدينا أبدا هناك الأعبارات لم تتقوينة بثيرا هذا يعني بأنه اذا كانت عندي تماني وعشتون بها اذا كانت عندي تماني وعشتون كل تمام بس لعبارات تمام بس لعبارات الانتخاف شكراً لك لديك من الوقت باجاضيع على خمسة شكراً لديك أو شكراً لديك وعندك أتخاكم المشاهدين كانت تجارين الأمم فأنتم كل المد أجل في التواجب أجل على الأفضل أجل الإنشاء لديك هم تجارين مثلا ان يغير المثال بحل دبها التلميذ اعطاه سيجي 28 بي يجي الاخر مثلا انه يعطي مثلا كارونت بال او بيان سيكونت بوم اذا ممكن انه يعطي اربعين كورة او يعطي مثلا خمسين تفاحة ثم يقسمه على ما يشاء ثم يجيب على السؤال ثم يجيب على السؤال الذي طرحه اذا شاك اعلاف دوفي اذا كل تلميذين يتوجب دلو امام مين هو نفسه لا يفرد عليه الاستاذ مثلا المثال المطروح بل هو الذي يختار المثال الذي سيطرحه ثم يجيب عليه شانجي لأكزمبل اذا مين هو نفسه يغير المثال الدربي المثال اللي يجيب على الطرح عزار الى انداء عزارة اولاً حرارة خیره احدث قرارات المريض السؤال الاستاذ اما انه يعطي toilet عزارة خمسينه بمين يجيب و لو من قبل استعطي المسال شاكرا لانه يعطي انه يجيب على السؤال عندما انه امام مع حينك ابي دسيري او اسلا Il croisa les bras, fonça les sourcils et commença En 37, combien de fois 7 ? Il parlait lentement, avec peine, sa grosse tête inclinée de côté Il était fort en retard dans ses études et le plus âgé de la classe Il croisa les bras, exactement comme nous voyons sur l'image Il croisa les bras, c'est la même chose que nous voyons sur l'image Il croisa les bras, c'est la même chose que nous voyons sur l'image Il croisa les bras, donc J'ai parlé et nous voyons sur l'image Il croisa les bras, alors il croisa les bras, c'est la même chose que nous voyons sur l'image En France, le sourcils et commença En France, les sourcils et commença C'est la même chose que nous voyons sur l'image قانون ستم بدأها ان تخون ست كم بيادوا فوا ست في سبعة وثلاثين كم بيادوا فوا ست كم من مرة فيها من سبعة اذا في سبعة وثلاثين كم من مرة سبعة كم فيها من سبعة يل بكي لانتما كان يتحدث كما نقول ببطء بحزن سا غوستعت سا غوستعت سا غوستعت ثم رأسه الضخم المائل إلى جاء اذا كان له رأس ضخم وكان يقف رأسه مائل مائل إلى اليمين أو إلى اليسار اليتفور اذا كان قويا وغطى ثم انه متأخر تعبيد أرد مائل فالقسم بالأطور دو من نامي ديزير ويسلا يكروزا لبراه يفرنسا لسرسل يكومنسا ثم بدأ بدأ في الكلام ان 37 كمبيا دو فوا ست ان 37 كمبيا دو فوا ست في سبع و تلاتين كم فيها من سبعه يل باري لانتون كان يتحدث ببطر افك بان بحزن سا غرستات انكلينة دو قطي سا غرستات انكلين دو قطي توم رأسو الدخم المائل إليجيرا يل تفور ان رتار دون سيئت يل تفور ان رتار دون سيئت يدنو كان قويين لكنو كان متأخير ودرستي يل بس عجي دو للاقس توم كان الأكبار فالقسم يل شوزا لسرسل يل سترى بطر مال دو سترى بطر مال دو سترى بطر مال دو سترى بطر مال رجز ترى بطرش ماذاً ماذاً ماذاً؟ سنجر جعل كان يجب أنه يجب أنه في قد يقول يقول، كان يجب أنه ماركس؟ إذن يا أبوه السلام إذهب احبتك تجوّن أنه يبعين بحث جيد يجب يجب أنه يجب أن يتعالي يخطر على المثال تحديث يتعالي هذا يقول يتعالي كمم؟ يجب أن يكون له وربما يتعالي كم فيها من سبعة إذا سيختار هنا المثال الذي سيوضح فيه العملية إذا اختار كمثال السوريز حب الملوك أو الكرز إذا اختار كمثال السوريز دوسة طبعا هنا سيحب نفسه إذا أردنا الترجمة هنا سنقول إذا لم يسحب نفسه بسوء أكبر المقصود بأنه أدى دورا بأن أداءه لم يكن سيئا للغاية إذا هذا الأداء لم يكن سيئا بشكل كبير بشكل كبير طبعا دوسة شانطانت إذا المقصود بأنه إذا إذا يستعرض ما يقول طبعا نتكلم هنا عن نظر تذكر ما تحفظه أنك تذكر ما تحفظه الغيسي سكيلدي انشانطانه كما نقول مغنيا يعني في رنق من الغناء إن صح التربير طبعا هو قام بهذه العملية إذا طبعا هو أخذ يذكر هذا الأمر تماما عندما تستعرضون الجداول نقول مثلا واحدة اثنان 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 في اثنان اربعة اثنان في ثلاثة ستة اثنان في اربعة تمانية هناك إقاع تسير عليه إذا كان يقوم بمثل هذه العملية إذا كان يقوم بمثل هذا الإقاع إذا عندنا هنا إل شوازي بمثل السوريز إن ستغبتهم على دو سا شانطان ترسيتاسيون طبعا هو قام بدور ليس بسيئين كثيرا دو سا شانطان ترسيتاسيون في هذا الإلقاء على الشكل الذي ذكرنا سلا سنفكر كومي كامرات ثم سيدكر ثم سيستأنف الكلام سيقول هذا يعني بأن رفقائي لن يبقى إلا إثنان وبأن لن تبقى إلا إثنان ثم سيدكر لن يبقى إلا إثنان لن يبقى إلا إثنان لن يبقى إلا إثنان من هذه الكرزات إذن المجموع سبعة وثلاثون كما عندنا هنا كل القسم كل تناميد الموجودون في القسم أوقفت أوقفت الأدنان طبعا يعني أنك توقف شيئا توقيم شيئا أوقفت الأدنان المقصود بأنها أمعانة الإنسات في هذا القسم كله يعني أنه أعطى سمعه بعدما ذكر ديزير واسلان هذا الكلام عندما قال أي كلمو غيستخده وبأنه لم تبقى إلا إثنان من هذه الكرزات لفخاز نغمال إطي الجملة العادية كانت أي كلمو غيستخده بدون هذه الكرزات يعني أنه ستبقى إثنان ستبقى إثنان من هذه العملية عندما يقسم سبعة وثلاثون كل شخصين سيأخد خمسة كرزات وستبقى إثنان إذن هو قال ولن تبقى لي إلا إثنان أي كلمو غيستخده الأصل أن يقول كلمو غيستخده جلال الصغر التي كان يستعملها التلامت كما عندنا هنا كما نلاحظ الأفخاز نغمال الأفخاز كيل فعل يدير إذن الجملة العادية المقصود بها الأفخاز كيل فعل يدير الجملة التي يتوجب أن تقال التي كانت معتادة كان القسم كله يردد هذه الجملة كان يقول لكن هنا هو قال أفخاز كيل فعل يدير الأفخاز كيل فعل يدير سال كي أتتابتويل إذن لاتي كانت معتادة جملة معتادة كانت إذن مقصود بها أفخاز كيل فعل يدير أفخاز كيل fill طبعا نتكلم عن صوت حزين إذن نتكلم عن صوت حزين كيف تنصي الذي يعمل على التفكير طبعا ننتعم هو الدفن عندما ندفن شخصا ميتا إذن هذا الحزن يذكر مباشرة في الموت إذن هو كان يقول بصوت حزين وكأنه أمام دفن إذن استأنف بصوت حزين إذن عندما استأنف هذا الكلام بصوت حزين مدقل لكن هذا عندي متساوي المقصود هذا شيء عندي بحل بحل المقصود أنني لا أهتم لهذا ولي لهذا إذن طبعا السيد جولي كلير أنه رفع الدراعين في السماء يلدي أنت دائما شهيد دائما شهيد طبعا مرتير كما عندنا هنا سلوي كنفيس وفخير ممكن أن تعني أيضا الشخص الذي يبايق كما نقول الشخص الذي يضايق أو الشخص الذي يتعرض للظلم سلوي كنفيس وفخير الذي كنفيس وفخير الذي نعمل على معاناته الشخص الذي يجعله الناس يعاني إذن يسمى أيضا مرتير طبعا كستينبات من هذه الكلمة كلمة شهيد ممكن أنها تعني هذا الأمر مرتير سلوي كنفيس وفخير إذن هذا المعنى الذي أخذه هنا ولكن ممكن أن هذه الكلمة مرتير تعني شهيد الذي يقتل في المعركة من أجل غاية دينية بالخصوص من أجل غاية دينية كي اي ان فيكتين انوصونت كي اي ان فيكتين انوصونت إذن نتكلم عن ضاحية بريئة كما لو يقول له الأستاذ هنا أنت دائما ضاحية بريئة لماذا دلي أنه يتكلم بحزن وكأنه مظلوم مسيو جولي كديرك لو ذالي باوسيال كما لو نقول بأنه رفع يديه في السماء إذن هو رفع دراعيه في السماء إلدي ثم قال توجر مرتير دائما شهيد كما لو نقول دائما مظلوم إذن يا واسلا المسكين ألن رسيتوا ألن رسيتوا كما لو نقول إذن اجلس اجلس تيراكم مام من بون نوت أنت ستكون عندك على كل حال نقطة جيدة لماذا دل أنه أجاب عن السؤال ما ما يكون الأمر ألن رسيتوا ألن رسيتوا لير صمبر لير صمبر كما نقول بشكل حزين كما نلاحظونا تيراكم مام ألن رسيتوا أنت ستكون لك على كل حال نقطة جيدة ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا لا يتوجب قوله لا يتوجد ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا لير صمبر لير صمبر شما عظيم ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا ألن رسيتوا الا نock Ин�� ن رسيتوا الدكتورة احطان سنبه علم رسالة قل ملت ملك جوله هذا المملك جائن سبتي سبتي بمكة سبتي 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 هذا الفراولات كمثال بدلا مثلا لسوريز كما رأينا قطعة منها سون كوبلة ثم أنه انهار مقطعه الموسيقي طبعا كوبلة مقصود بالمقطع الموسيقي كما عندنا هنا كوبلة في بارتي دون شانسون إذا نتكلم عن قطعة من الأغنية شا كوبلة الديفيرون دي بريسيدون إذا نتكلم عن القطعة الموسيقية المختلفة عن المقطع الآخر نتكلم عن أغنية تكون في مقاطع مختلفة ولكن هناك مقاطع أخرى متشابهة تتكرر إذا نتكلم هنا على المقاطع المختلفة تسمى كوبلة دون شانسون إذا نتكلم عن جزء من أغنية شا كوبلة الديفيرون دي بريسيدون كل قطعة مختلفة عن الآخر كونتخدو كوبلة وبين القطعتين هناك جزء من الأغنية لا يتغير كونتخدو كونتخدو والذي نعيده ونكرره دائما دون مان فاسون بنفس الطريقة سي لغفخة سي لغفخة يسمى لغفخة إذا هذا الجزء الموسيقي الذي يتكرر يسمى لغفخة والجزء من الأغنية الذي لا يتكرر في كل مرة يتطور إلى قطعة موسيقية أخرى إذا هذا يسمى كوبلة إذا هذا التلميذ الذي يسمى كوبلة هو بدوره عندما أخذ الفراولات كمثال ثم أنها قطعتها الموسيقية طبعا نتكلم عن الطريقة التي يحكي بها التلاميذ هذه العمليات التي يدكرونها تماما كما يستعرضون جداول الضرب مثلا سي لغفخة إذا كان هنا الأستاذ بدأ يصرخ الفراولات نعم بقيت لك خمسة من التي ستأخذ نحن لك من التي ستأخذ منها إفترض أنها بقيت لك خمسة فراولات إذا ما التي ستأخذ منها فترخب في صفحة فترخب فترخب ما تدخب فترخب 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 استدرك أنك تستريع في تلقي بعض الدروس مثلا لاستدراك ما تبقى منها قابوها تحبا إذن قابوها أنه استدراكا ما ندرك هنا؟ سيغلو بوغ دو سلاف على شافة شفتي ما ندرك؟ على الشافة ديالشافة ديالو على النهاية ديالشافة ديالو إن قوص صاليف لصاليف المقصود به هو الريق الريق ديال الفم إن قوص قوت دو صاليف إن قوص قوت دو صاليف إذن هو استدراكا كما نقول قطرة كبيرة من الريق قطرة كبيرة من الريق عندما ذكر له الأستاذ ما هي الفراولات التي ستأخذ؟ إذن هو هرب منه الريق خرج ريقه من فمه كأنه ينظر إلى هذه الفراولات ويريد أن يأكلها إن قوص قوت دو صاليف إذن نتكلم عن قطرة كبيرة من الريق إغيبوندي إذن هو قدرك المقصود أنه استرجع قطرة كبيرة من فميه من الريق إغيبوندي 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 إغيبوندي